بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم كل خير رجعنا لكم اليوم في درس جديد من دورتنا دورة المجريدي واحتراف فن الحركة بإذن الله اليوم راح ناخذ حركة جديدة طبعا الحركة يعني من اختراعي أنا المهم هذه الحركة تفضل ما منعتك تنزل طريقة اختفاءها كذا كيف ناخذها طيب أول شي مثل ما تعودنا دائم نختار الصورة المناسبة وبعد ذلك نبدأ بالتعديل طيب أنا راح أبدأ في تصميم الصورة النفس التصميم هذا بالتعديل تصميم الصورة النفس التصميم العرض نختار مثلا 320 حسب المقاس أو أنا بيه 240 والارتفاع 320 تمام نفك القفل هنا مثل ما تعودنا دائم نروح إلى هنا نختار مثلا تأثير كمام طيب نختار هنا التأثيرات اللي انتراها مناسبة يعني عن حسب الصورة هنا تختار طبعا اللي تأثير طيب مثلا هذا نختار هذا مثلا مع أنه هادي لكن طيب نبدأ على طول في عمل التأثيرات اللي نحن نبيها طيب نختار هنا اللون المناسب هذا يظن كويست قريب للي بالصورة قبل شوي نختار هنا باترا طبعا كل الأمور هذي يعني شرحناها في الدورات السابقة فليبيها يرجع لها طيب نكتب هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب نرجع الى هنا نكبر النص هذا مثلا نغير مكانه هنا حلو ركزوا معي راح يكون الشغل كاملا على كلمة تفضل ما منعتك فنسوي لهذا اللي دمج علشان ما يكون عندنا طبقات زيادة لاحظ معي الطبقة الأولى كالعادة ما نسوي عليها أي تأثير بعد ذلك نضاعف الطبقة بعدين نسوي لها تحديد اللي هو تحرير تحويل حر بعد ذلك نضغط كليك كيمين من الماوس ونختار إمالة لاحظ معي نميلها شوي تمام بعد ذلك نضيف نضاعف الطبقة ونسوي نفس الطريقة ما راح أطول يعني هي سهلة بس انك تضاعف الطبقة بعد ذلك تضغط إمالة وتسحبها تحت اللي تكون فوقها شوي شكرا شكرا تمام الآن مثل ما تلاحظ معي عندنا طبقات كثيرة هنا نخفيها جميعا حلو تمام طيب نروح إلى الإماجريدي الحين ننتقل طبعا نفاتح البرنامج من أول علشان السرعة تمام هذه تعلمناه مشاهدة الحركة المهم الحين نجي إلى هنا نبي نرفع هذا شوي مدام العبارة تحت نحرك هذا طبعا إن تقدر تكبر هذا وتصغره نكتضع الماوس هنا المهم أول طبقة اللي هي هذه ما راح نسوي فيها أي شي بس انه بنكبر هذا شوي تمام طيب نروح نضيف هنا طبقة جديدة بعد ذلك نختار أول طبقة نفس الأمر نضيف طبقة نخفي الطبقة اللي يقبوا شوي ونحتحل اللي بعدها نفس الأمر هنا تمام نفس الأمر ما هو هنا هنا طيب نفس الأمر تضيف طبقة هناك وتخفي طبقة هنا وطلع طبقة طيب تمام حتى نوصل لآخر طبقة بعد ذلك نشغل العمل تمام أول شيء نبي هنا نحط مثلا خمس أو جزء من الثواني بعد ذلك هنا نضع مثلا خمس نفس الطريقة عشان يبدأ تأثير الحركة طيب تمام نضيف طبقة نضيف طبقة نضيف طبقة نضيف طبقة من هنا ونختار عدات التحريك اللي هي هذه ونزل السهم تحت شوي بعد ذلك نضيف طبقة ونزل السهم تحت لاحظوا معا نحرك أول طبقة من فوق ما هو من تحت عشان تختفي كاملة ونضيف طبقة بعد ونضيف طبقة تمام نقدر نسوي له المعاينة وبكذا نكون انتهينا من الحركة طبعا حفظها مثل ما هو معروف حفظ المحسن باسم إلى هنا انتهى درسنا اليوم إن شاء الله أنه كان درس بسيط وسهل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته